عايزة أخد رأيك يمكن فيه طبعا منتخبنا القوم منتخبنا القوم يمكن في الفترة اللي فاتت كنت بتكلم في الانترو على كيروش. بصراحة كيروش من ساعة ما جيه ومسك المنتخب المصري يعني فيه حالة من البلبلة وحالة من الألأ وفيه ناس مش فاهم مدماغه. عايزة أعرف رأيك اختياراته أولا ورأيك كمان في تصرحاته الأخيرة قبل يمكن أيام قليلة من انطلاق بطولة كبيرة زي بطولة الأفريقية. يعني أشدنا ببعض الإيجابيات التي تحققت بفعل وجود كارلوس كيروش مدرب لمنتخب مصر. منها توسيع دائرة الاختيارات. إن الموضوع ما بقاش حكرة على الأهل والزمالك وبراملز بدرجة أقل أو المحترفين. ومنها برضو إنه بقى فيه تنويع شوية نسبيا عن طريقة اللعبة الدفاعية. يعني بدأنا نشم نفسنا في صناعة اللعبة شوية. ولكن اللي مش مفهوم هو بحس إن فيه رغبة منه في استفزاز الناس. أو مش في استفزاز الناس. في استفزاز عناصر المنظومة الكروية المصرية بشكل عام. وأنا بتسأل هو من المستفيد. يعني هل ده يخلق مناخ مفيد تحت أي بندة أو خلق في أي تجربة من تجرب كارلوس كيروش السابقة؟ مناخ مفيد للفرق أو الأندية اللي هو أو المنتخبات اللي هو دربها؟ الإجابة بالتأكيد لا. لأنه بغض النظر عن كبر اسم كيروش. فهو جاي المنتخب على الاسكيل اللي هو جاي فيه هو المنتخب الأكبر. يعني هو جاي قارة أفريقيا بمعطيات بسيطة يعني يبطل الطريقة اللي بتحط ضغوط على لعبته وعليه وبتصعب المهم عليه أكتر وأكتر لأنه المؤتمر مثلا اللي فات. هو لا يليق أبدا بمؤتمر بصراحة يسبق كاس قوم أفريقيا بهذا الحجم وبهذا التنظيم وبهذا التعقيد وبمستوى الخصوم اللي هنواجهه. وبالظروف اللي لها علاقة بإقامة البطولة من عدمها وبفيروس كورونا وبالحالة اللي طلع منها المنتخب في كاس العرب. ما كانت شي دي قلطة في المصطلحات اللي ممكن تستخدم في الإطار ده. وفي إطار تاني يعني لازم يعني بعد إن شاء الله ما المنتخب يمثلنا بالشكل الأمثل إن شاء الله ويعود بإذن الله بلقب المطولة من الكاميرون يعني انتمكننا من ذلك لازم يعاد فتح ملف ماذا جرى مع كيروس ساعة توقيع العقد الكلام اللي تقال في الوقت ده هل ده الشكل اللي المفروض توصل بكورة المصرية المدرب بحجم كيروس؟ طب أنا عايز أعوف عند النقطة دي يا أحمد لأن يعني دايما على مستوى على مستوى منتخب مصر وترجع كده لسنين طويلة مدربين كبار جدا. أنا حاجب بعض الأمثلة زي كابتن حسن شحاتة زي كابتن محمود الجواري. كابتن محمود الجواري طبعا يعني محدش طبعا يعني يختلف على إمكانياته وعلى وفاقه البلده. أقيل في مرتين. مرة كان في مبراوط ده أمام اليونان. والمرة الأخرى بعد كاس العالم للقرارات. كابتن حسن شحاتة كذلك بعد طبعا عدم الصعود لكاس العالم. وكمان الإخفاق اللي حصل في كاس القرارات أمام منتخب أمريكا. عايز أكلمك في نقطة مهمة جدا. كروش اتعرض لنقطة مهمة جدا. وقال يمكن بعض الناس فهمتها بشكل أو بآخر. إنه الرجل بيقول لك أنا جاي علشان أو مهمة الرئاسية الوصول إلى كاس العالم. وده اللي متفق معه من خلال كلامه مع الاتحاد المصري. هدفك الوصول لكاس العالم. هل لسه عندنا للثقافة؟ هل الجزء اللي أنت بتتكلم عليه مهم جدا. إن عدم التركيز في تصريحات وتصريحات كتيرة جدا جدا في أماكن متعددة وملهاش مضمون. يضع ضغط على كروش. ولا هو كروش عايز يرفع الضغط عن نفسه. ويرفع الضغط عن العيبة. ويقول يا جماعة أنا حتى في البطولة الأفريقية زي ما عمل في كاس العرب. أنا مش مهمتي أن أخذ. لكن مهمتي أن أنا أعد فرقة للصعود لكاس العالم. خلينا نتكلم من النتيجة النهائية. هل النتيجة النهائية أن نرتفع الضغط؟ ولا زاد جدا على كل المنظومة قبل البطولة؟ وواضح أنه زاد. زاد بشكل جميل جدا. فخلينا نقول عادي أن الرجل إنسان له أخطاء وله مميزاته. ولكن أنا لما أطلع أنا أتحدى أن يبقى فيه مؤتمر فني لأي مدرب من هنا الحاد. دمالبطولة تخلص مدته ساعتين وشوية. بيفتح فيه كل الملفات بالصيغة اللي ترضي كارلوس كيروش فقط. ده أولا. ثانيا المسألة التعاقدية يعني أنا دلوقتي خلاص أعدت وقلت العقد. على فكرة مش أول حد تتكلم عن العقد أي حد تاني غير كيروش. كيروش بس اللي قال تفاصيل التعاقد اللي جمعه أو الاتفاق اللي جمعه بالتحاد الكرة المصري. والاتفاق نفسه. طبعا عايز أقولك هل من العيب أن فعلا يبقى الاتفاق يعني خلينا نتكلم بكل شوية. يجي يقولك ويطلع في المؤتمر صحفي والله أنا جاي متعاقد مع الاتحاد المصري للوصول لكاس العالم. دي نقطة خلاص هو متعاقد على كده. وبالتالي ولكن الفكرة أن الناس مش تتقبلها. أنت بتقول كده عشان لو خرجنا. أنت بتقول كده عشان لو الأداء وحش. فليما نتقبلش الأمور أنه هو كاس العرب كانت خطوة. ممكن جدا بطولة أفريقيا أنك مطالب أو بشكل أو بآخر تعد للأهم اللي هو كاس العالم. لكن بطولة أفريقيا بالنسبة للمصر كمان بطولة مهمة. والجماعير حاب أنك توصل لأبعد نقطة فيها. ده ما يعيبش كيروش في الوقت ده. اللي بيعيب الغلطان في المسألة دي. هو اللي قعد مع كيروش وقال له إحنا بنجرب هنا. وبعدين تجربة أعلى شوية هنا. وبعدين كاس العالم بالشكل ده. لأنه يعني هو ألمح لها في المؤتمر اللي فات لما قال لك المباراة بقى بتاعت التصفيات بتاعت المرش الفاصل. هيبقى قدام أربعة أيام بس على ما أعدلها. فده مش المناخ المطلوب. وحتى لو كان ده الاتفاق زي ما حصل أيام مستر هكتور كوبر. بس احنا كنا جايين من بعيد أول أيام هكتور كوبر. ما كناش بنوصل كاس الأمم الأفريقية أصلا. فلما هكتور كوبر نجيب حصاده نلاقيه وصل. نهائي كاس الأمم الأفريقية ووصلنا لكاس العالم بعد غياب 28 سنة. آه هنا ممكن نقبل السياق ده. ولكن غير المقبول حتى لو انت اتفقت معنا كده. قل له ده كلام غير مسموح بالتصريح بالوسائل الإعلام. مش يصرح دلوقتي تقريباً المرة التالتة أو الرابعة هو كل ما ندخل على بطولة يفكرنا أنه لازم أنه جاي الكاس العالم وما حدش يقيمني على أساسها. هو اللاعب المصري. يعني عموماً الإنسان المصري. مش ده الاستجابة المثالية للضغط بشكل عام.